السلام عليكم عندي خاصية كمان بتدرجها بعظا من مواقع اللي بيبقى فيها سيفتي شوية او امان شوية طبعا المواقع اللي بتعمل ايميلات بتعمل نفس الخدمة دي وكمان اللي هميني قوي مواقع البنوك الاكترونية لو انت بتتعامل بالفيزا كارد كتير او بتتعامل مع بنوك وبتحول من البنك والبنك فلوس والحاجات دي كلها عندي قبل كده اتكلمت على موقع ده موقع فري ليرنز اللي احنا بنطلق منه بنطلق منه الدورات بتاعتنا عايزة بس هصغر الشاشة على قدة شاشة التسجيل عشان اشوفه كويس عندي مثلا موقع زي قولنا قبل كده جوجل اخرج انا داخل الايميل بتاعي فبكتب لك الايميل بتاعك لو انت عندك ايميل فوق كده بيكتبهو لك اللي انت قول ايميل طيب انا عايز اخش جوجل جيميل عشان اعمل ايميل جديد انشاء حساب هقول لك خاصية يمكن تكون من اهم الخواص اللي بتحافظ عليك انت كمستخدم او بتحافظ كمان عليهم من الهاكرز وكلام ده كله عندك ما بتعمل ايميل خلاص بقول لك الاسم ايه والكلام ده واسم العيلة وكلام ده طب انت عايز ايميلك ايه كلام ده قولناه قبل كده في حاجة هنا اسمها Optical Liter Recognition الخاصية دي هم قدروا يطوروا خاصية بتحول الكلام متحول الصورة لكلام ازاي يعني عشان يتأكد انت انسان انسان مش قاله بيكتب لك بيجي لك هنا فلد كده او حقل او اسمها اسمها ايه مكان تكتب في الحروف بيجي لك هنا بيقول لك اكتب الحروف دي هنا ليه كلام ده كله عشان ممكن اعمل انا الجماعة المحترفين شوية في البرمجة او المتخصصين في ضرب المواقع او كلام ده ممكن اعمل لك برنامج بيعمل ايميلات على جوجل مثلا يزبطوا على جوجل على ياهو على الهوتميل على اي موقع يقول لك اعمل لي ايميلات كتير اولا ومن ضمن ضرب السيرفرات او من ضمن الهاك على السيرفرات تغذيته بوابل من المعلومات ادي له معلومات كتير جدا في وقت واحد بالتالي بيحصل كسافة على السيرفر وما بيقدرش يستوعب وبيروح ووقع بيقع بلغة الجماعته عن نت يعني 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 بيبوز بالداتل عليه بتقع بتروح فما ما يظهرش تبص لقي جوجل مش موجود جوجل تيجي تكتب مفيش يقول لك واقع فدي الخاصية بيقول لك هما قدروا يطوروا خاصية ان تحول الصورة دي يقراها هو في السيستم بتاعه كلام فهنا ما ينفعش هتخمنها ازاي لو انت عامل برنامج هيخمن ازاي الحتة دي ما ينفعش هيخمن كل حاجة ويكتبها يقول له انت هترتب جوه البرنامج مثلا اللي انا عامله عشان دي يضرب الموقع ده اللي هقول بريد هنا وبعدين البلد وبعدين وبعدين هيجي هنا مش هتعرف تقول له ازاي يعمل مش هتخمن دي لانه دي متغيرة يعني لو عملت refresh دي هتغير خالص اهي اتغيرت فاذا لا يمكن هنا التخمين للحقل ده فده من الحاجة المهمة جدا اللي قدروا يطوروها وفعلا كان لها التأثير القوي جدا بانك ما تقدرش تعمل هيك على السيرفر بتاع الموقع ده نكمل الفيديو الجاي سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة